السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير وبصحة وسعيدة ويا ريت قبل ما نسمع خبرنا من ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصل له كل جديد من الفيديوهات وكمان تشغلوا الاشعار عشان دايما تعرفوا كل الاخبار الجديدة في اي حاجة قلتلكم قبل كده اي خبر عايزين تعرفوا خشوا على القناة على طول وحتلاقوا الاخبار الجديدة ان شاء الله اول باول ودلوقتي ميت شوية كده رانا سامحة طبعا عملت فيديو خاص بيها عن مولودها القادم ان شاء الله وانا ازدلته على صفحيتها شخصية الانستجرام وبتوجه يعني عاملة حفلة كده وبلالين وهدوم للنونو بقى بتحتفل كده وبتقول مالك قلبي انا مستنيك بفارغ الصبر ومستني انت تيجي واتنور الدنيا انت حبيب مامي ان انا بحبك جدا جدا وكل يوم بنام وبحلم بيك ومستني بس اشوف شكلك عامل ازاي لكن انا متخيلة شكلك انا بحبك جدا لانك انت حتة مني انت اللي مهون علي كل حاجة وجودك جوايا واحساسي بيك فمهون علي امور صعبة كثير قوي في الدنيا تبقى يعني كويس وقوي وتقويني بيك كمان وتسندني وتساعدني وعايزك تتحمل كل الدنيا وصعبها اكيد هي طبعا زعلانة على اللي حصل ما بينها وما بين سامر لان كان بينهم قصة حب طويلة جدا جدا دامت 13 سنة فعلا اكيد حاجة تزعلت كلامها بان هي مشتاقة ان هي تشوف ابنها جدا لان هو اطشب واحن واطهر حاجة في الدنيا دي كلها وهي مستنيا بفارغ الصبر ربنا يقومها بالسلامة يا رب وكمان اختها كتبت لها في التعليقات مالك ده حبيب خلته من قبل ما ييجي والناس كتير جدا كتبت لها ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك على خير ان شاء الله وتفرحي بابنك مالك يا رب ان شاء الله تقوم بالسلامة يا رونا سميحة هي انسانة محترمة وطيبة وكمان سامر ابو طالب برضو بصراحة انسان محترم وطيب وان شاء الله السوق الخلاف اللي ما بينهم يمتهي على خير وكانت اخر حاجة سامر ابو طالب نشرها من اخر شهر تمانية كده في سبع عشرين تمانية ان هو طبعا قال ان تكرار الغلط وقلة الزوق والتجاهل وحاجات كتير جدا والتكرار والتمادي في الغلط دي حاجات كلها بتعمل اسوأ وبتعمل ان الانسان ده بقاش فرق معاك بعد كده ساعة التقدير بتعلم الانسحاب وساعة ما البني ادم الطيب ده يقرر انه ينسحب ولا يهمه رخيص ولا غالي وهيسيب كل حاجة والمركب بما حملت يعني كل حاجة هيسيبها لان واحد تفتكر ان الطيب ده هيفضل ساكت على طول كل بني ادم مهما ان كان فلي قوة احتمال وصبر مش هيقدر يعديها نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكمان يا ربنا يهدي حالهم لتنين يا رب وقبل ان شاء الله مرانا سماحة تقوم بالسلامة يكون اصطلحوا والامور رجعت لمجاري